يستعد السوريون لاستقبال عيد الفطر وكلهم أمل بأن تنتهي مأساتهم بمجيئه إذ بدأت أسواق محافظة إدلب بحلة جديدة حيث شهدت ازدحاماً وإقبالاً كبيرين في مدينة الدانة أكبر مدن ريف إدلب الشمالي عجلت الأسواق بالمتسوقين من المناطق المجاورة مستغلين الفرصة ليعيشوا فرحة العيد كما لم يعيشوها خلال السنوات السابقة المزيد في تقرير مراسلنا مصطفى جمع مزدحمة على غير عادتها تعجب الناس القادمين من المناطق المجاورة للمدينة إنها أسواق مدينة الدانة بريف إدلب الشمالي تتدفق إليها الأسر لابتياع حاجياتها من ألبسة وحلوى وألعاب استعداداً لاستقبال عيد الفطر كل بحسب قدرته المادية أما أبو محمد فله رأي آخر إذ عزم على شراء كل ما تستهويه عينه ليسعد أفراد أسرته بهذه المناسبة بكرة بعد بكرة أعطي أسر الله العيد جاي يتسوق على مسألة أنه حلو لباس الأطياء يا أولادي يعني بإذن الله يعني بدي يحرم حالي هم أحرمون العيد محرمون فرحة العيد بإذن الله وقال لي نعيشها الأربعة أيام العيد وبعدين أخي ما بدي لا أكل الأشياء بس فرح أولادي هنا الجميع وضع الحرب خلفه وراح يستعد للعيد كما ينبغي وعلى الرغم من ترد الأوضاع الاقتصادية في البلاد إلا أن معظم السوريين قرروا التغلب على ذلك فمحال الألبسة والحلوة تعج بالمتسوقين من شد المناطق لهذا الشيء ما ما نعلم لأننا نعيش أجواء رمضانية ونعيش أجواء العيد ونشتري ونجهز لحلويات العيد ونجهز لأطفالنا ونشتريهم لألبسة العيد ونحتفل ونعيد وعلى مدار الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان شهدت الأسواق في عموم محافظة إدلب إقبالا كبيرا بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة اتخذتها المجالس المحلية والشرطة الحرة لتنظيم أوقات التسوق وضبط الأمن داخل المدن الكبيرة على مدار الساعة أخذت الحرب استراحة فأعلنت الحياة انكلابا على الواقع فما تراه من أسواق وازدحام وتحضيرات للعيد ما هي إلا دليل على قوة السوريين على النهوض حتى في أحلك وأصعب الظروف مصطفى جمعاء أخبار الآن من مدينة الدانة ريف إدلب الشمالي